بالرغم من ذلك فحتى الآن لم يكتمل تشكيل الحكومة العراقية هناك أربعة مناصب وزارية ما زالت شاغرة ثلاثة منها وزارة الداخلية والدفاع والعدلة وهي محل خلاف شديد بين التكتلات السياسية المختلفة وفي هذا السياق تم تأجيل عدة دورات بارلمانية أو جلسات بارلمانية ومقاطعتها خلال الأشهر المقبلة الماضية وكنتجة لذلك فإن تنفيذ برامج الحكومة لم يتقدم إلا قليلا الانتهاء من تشكيل الحكومة وأعادت التركيز على إعادة بناء البلاد بعد سنوات من النزاع وعلى هذا أود أن أنادي كل الأطراف السياسية مرة أخرى أن أناديهم بالتسامي فوق خلافتهم السياسية وأن يظهروا أن التوافق السياسي يمكن بالفعل أن يقوم وذلك لمصلحة الشعب العراقي العليا وأود أن أذكرهم كذلك أن هناك نساء عراقيات يتمتعن بالامتياز والخبرة الكبيرة ومؤهلات تماما لشغل مناصب هامة سيدي الرئيس في نهاية المطاف فإن شعب العراق هو الذي يدفع ثمن هذا المأزق السياسي يحملون هذا العب في وقت يحتاجون فيه للوفاء باحتياجاتهم وطلباتهم من الخدمات والمياه والكهرباء